أهلا بكم أعزائي المشاهدين نبقى في نظرية الأستاذ جيوم دي حول تكوين طبقات النص القرآني ويمكن إضافة أمثلة كثيرة من هذا النوع وبما أننا في عصر الوباء الفتاك كورونا كوفيد 19 نختار صورة المدتر كمثال عن وجود هذه الطبقات في تكوين النص القرآني وقبل أن نتحدث عن الآية التي تظهر هذه الإشكالية نشير بعجالة لأقوال وليدة اللحظة حيث طلع علينا بعض الأخوة في الإنسانية من أهل الإعجاز العلمي في القرآن ليخبروننا أن صورة المدتر تتحدث وتنبئنا عن هذا الفيروس بعد أكثر من 14 قرن فتطهير تياب كوسيلة للتعقيم والقيام بالتكبير للدعاء بالصحة ورفع الوباء عن المسلمين وترك الرجز من محرمات تسبب مخاطر للبشرية طريقة فعالة في محاربة هذا الفيروس وهذا التفسير لم يقم على قواعد علمية ولم يخطر حتى على بال أي مفسر من أهل التأويل القدماء هذا الإعجاز الذي ظهر فجأة في هذه الأزمة كل التفسير تقول بطلب إلهي لنبيه محمد بأن يقوم من نومه لينذر قومه وعشيرته وأن يبتعد عن الرجز ويطهر نفسه ولا دخل لكورونا وأنواع الطاعون الذي قد ينتشر بين البشر في سياق نص صورة المدتر بداية قراءة كلمة المدتر جاءت ضمن مبدأ ما يسمى أسباب النزول واعتبر هذا المدتر هو محمد نفسه حيث تقول السيرة النبوية التي أتت طبعا بعد قرن ونصف من الحدث بأن النبي عند تعبده وتأمله وتحنته في غار حراء بعدما وصل لعمر الأربعين نزل عليه ملاك يدعوه للقراءة اقرأ وبعد تجربة ليست بالسهلة من الناحية النفسية شعر الرسول بخوف وتعب طرحته الفراش رغم تهدئة زوجته له ودعمه بما يحتاجه من طمأنينة وإجبار الخاطر كما تقول الرواية غريب بالفعل أن يحدث ملاك من الله كل هذا الهلع والخوف للرسول رغم ما يمتلكه هذا الأخير أي الرسول من مؤهلات لتلقي الرسالة فهو الذي اختار تعبد والتأمل وصفاء الدهن في غار معتزل عن العالم فبحسب الكتب المقدسة فظهور ملائكة لأناس مختارين لا يسبب مثل هذا الهلع والخوف من هؤلاء نساء وكذلك رجال كبار في السن ولا توجد مثل هذا الشعور عفوا عند المتلقي مثل هذه الظهورات فهل هذه القصة مجرد حكاية من بداية أو لإثبات النبوة أم هي آية تدعو كل مؤمن أن يقوم من نومه وكسله لكي يقوم بالدعوة إلى الله ولا دخل لهذه القصة في الموضوع فقد فكر الأستاذ كريستوف ليكسنبرغ في هذه الإشكالية واستبعدها تماما لأنها ليست طريقة لوحي بل نوع من التهيئات التي تصيب بعض المرضى النفسيين لكنه نزه الرسول محمد عن هذه الأمراض العقلية كصرع الفص الصدغي وهو نوع من الإبلبس الحاد الذي يشبه نوبات ما دكر عن نوبات وحي محمد وبالتالي يقرأ الدكتور كريستوف ليكسنبرغ العبارة بدل من يا أيها المدتر يقول يا أيها المدبر بلياء كما جاء في صورة النازعات الآية 5 فالمدبرات أمرا والتدبير فيما أمره الله أن يتدبره والمدبر بحسب أستاذي ليكسنبرغ في التقافة السوريانية هي كناية عن الراهب الذي يتفكر في أمر الله وينظر في عواقبه فموضوعنا ليس البحث عمن المخاطب ها هنا في هذه الصورة هل محمد أم أي مؤمن من المؤمنين أو الراهب الذي يتدبر الأمور الإلهية وإنما ما يفيدنا هي الطبقات تكوين النص القرآني وعندما نقول النص القرآني فنعني به نصف مصحف عثمان وليس القرآن الذي كان بين يدي محمد فذلك قرآن وهذا مصحف وقد اختلف فيه الصحابة أو كبار الصحابة كأمثال عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب وغيرهم ولا دليل علمي على حفظ القرآن من الرسول والإجماع عليه على قول عبد الله بن عمر على سبيل المثال لا يقول أن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله قد ذهب منه قرآن كثير ما نلاحظه في صورة المدتر بوضوح شديد هو تميز الآية 31 عن باقي الآيات في الطول حيث يبلغ عدد كلماتها خمس مرات أضعاف أطول آية موجودة في هذه الصورة وهي الآية الآخيرة كذلك تختلف من حيث السجع والقافية وكل الآية في هذه الصورة تقدم لنا معطى تدبيري في الأمور والنواهي بخلاف الآية التي نحن بصددها الآية 31 فهي تقدم لنا تفسيرا وشرحا للآية التي سبقتها وهي الآية عليها 19 تفيد أنهم الملائكة الذين يحرصون سقر أي جهنم فالعدد 19 كما قرأها الجمهور القراء ما هي إلا فتنة للذين كفروا وليستيقن الذين أوتوا الكتاب وهنا لنا وقف للتدبير والتأمل لماذا هي فتنة الجواب يقدمه لنا أهل الكتاب لأنهم هم الذين متيقنون من عدد ملائكة بحسب إيمانهم فنجد عدد أنواع الملائكة عندهم تسع أنواع بحسب الكتاب المقدس وكتب التقليد الكنسي الأصولي وكتب التسبيحات الإبسلوموديا من كلمة بسالموس ومعناها المزمور أو النشيد وبالتالي فعدد أنواع الملائكة هي تسعة عشر أي تسعة عشائر وهي سرافيم والكاروبيم والعروش والقوات والسلاطين والسيادات والرياسات ورؤساء الملائكة وأخيرا الملائكة العديين تجدونها في العهد الجديد في إنجيل متى ولوقى وأعمال الرسل وصفر الرؤية ثم في التناخ كسفر دانييل على سبيل المثال وبهذا المعنى قرأ الأستاذ ليكسنبرغ وبالتالي في الآية 31 من صورة المدتر جاءت لتظهر الخلاف والفتنة في صفوف الكفار في عدد الأنواع الملائكة 19 كحراس جهنم وتسعة عشائر ومجموعات عند أهل الكتاب ونظرا للوظيفة المختلفة لهذه الآية عن باقي جميع آيات صورة المدتر يمكن القول بنظرية الأستاذ جيوم دي واعتبار هذه الآية أضيفت على النص الأصلي لإظهار إشكالية عدد أنواع الملائكة كهامش شفسيري فأدخلت عن طريق الخطأ إلى النص الأصلي في المرحلة الثالثة مرحلة جمع القرآن كالآياتين تمانية وتسعة من صورة الرحمن التي رأيناها في الحلقة الماضية أدخلت على آية الميزان المياه السماوية في خلق السماوات والأرض ولهذا نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر